أحد الحالات مثلا مريض يعاني من الفشل الكلوي طبعا العائلة كانت جدا حالتهم المادية ضعيفة جدا راجعوا المستشفى بوقت استقبالتهم في المستشفى عن طريق منظمة إنسانية تم عرضها على الطبيب المختص كان بحاجة إلى شد جهاز غسل اللي هم احنا سميه A.V. في السجلة طبعا راجعوا مستشفيات كثيرة مستشفيات أهلية أيضا طبعا هذا يكلف ماديا مكلف تم عمل الجهاز بنجاح وإجراء الغسلة للمريض هذه طبعا نموذج واحد من عنده أمثلة هل أنتوا علشتوها؟ طبعا أنتوا فعلا حالة غريبة علشتوها بعيدا عن المستشفى التي تعتبر غريبة أستاذ هذا واجبكم طبعا واجبكم يعني إحنا مو هاي حالة غريبة فرحانين ولا غسلنا أحد المغراب مستشفى عكومي ولو هي بها غرابة بس مو غريبة عليها الغسل مو الغسل الجهاز هم حسب فهم وثقافة العائلة هذه ماجئة مستشفيات أدى طبعا هذا الجهاز يكلف مثلا اللي عمل الغسلة تم عمل الغسلة مو الغسلة ليس الغسلة يعني المشكلة المكلفة هي لكن الجهاز مكلف تم عمل الغسلة لهذا المريض وإنجاح هذا المريض نعمل إنجازات كبيرة للوزارة في ظل الكورونا والأعداد اللي مرت لكن أكوها فوات أكبر أي مستشفى يومية مواقع التواصل الاجتماع والكل يؤيد ثاني مواقع التواصل موجودة حالات المرضى الكلاب السائبة يوم لقينها من المستشفيات العمليات الأسرة وووو إلى غيرها أتحدث بهذه النقطة حالة غريبة جدتك عائلة ما عادهم فلوس تم منحهم من الدخول أنا أعرف ما أريد أحرجك أكثر لأن كونت أنت مقيم فيها فالإبتسامة أنا أعرفها لكن أريد حالة غريبة مرت من طبيب بحالة إنسانية أغرب حالاتكم عارشتوا والله أستاذ الكريم بدون مبالغة كثير من هذه الحالات صادفتني بحكم عملي في المستشفى يعني في مرة من المرات مثلا مثل ما تعرفون المستشفيات الحكومية قد يكون علاج معين غير متوفر في هذا المستشفى طبعا مدير المؤسسة أو المدير العام المسؤول عن المستشفى التابعة للدائرة المعنية قام بالتكفل في صرف صرف مستحقات هذا العلاج على نفرية الدائرة طبعا الطابع الإنساني موجود لكن نحن نعمل بحكم عملي وحكم وظيفة نعمل بالأدوات المتوفرة عندنا تم عركب اليوم والله الحمد لله أسف فترة الأخيرة شوية قلق خفت العركات خفت العركات طبعا الثقافة المواطن بالفترة الأخيرة ازدادت نوع المواطن ماذا المواطن؟ شكوا من المواطن خلو أوصل لك رسالة رسالة شاركناه يا دكتور بيها المواطن يقول أنا قلبه محترق الطوارئ اسمها طوارئ لازم يكون بيها شد بالإجراء سرعة بالإجراء فعل ورد فعل المريض دائما يكون مرعوب على مريضة أما حادثة أما طعن السكين أو إطلاق أو والآخر يدخل يقولون يقال أنا أخذ جواب منك الطب للطبيب اللي بالطوارئ محترامي لهم لهذا الكادر اللي يسهر اللي الكله المعزنة الطب تلقى بارد نفسيته مرتاحة يتعامل لها كبرود هو قلبه متعارك هذا السبب اللي يخليه تنشن بين من بين الطبيب وبين أصحاب المريض وصير هذه المشادات هل هو استرخاء طبي هل هو مرت عليكم صار تملل من هذه الحالات وصار تعوين لا بالعكس هل الضغط بسبب نقص الكوادر أسرده وضح لا بالعكس طبعا حتى يكون آلية العمل بالمستشفى متكاملة الواجبات مقسمة طبعا المقيم المتواجد في الطوارئ هو نسمي المقيم الدوري أنواع من وضيفي هذا يكون أساس العمل في المستشفى هو طبيب يعني يكون ذو نشاط عالي يتم إصعاف المريض باللحظات الأولى عن طريق هذا الطبيب طبعا الأدوات المنقذة للحياة حتى نكون منصفين أنا امتس عيشتني همينة متوفرة 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 بصورة لكن عندي حلقة على الطوارئ وعلى حالات الطوارئ كذلك وكل خدمات المقدمة بها ترجمة نانسي قنقر